والتهرب الضريبي ثالثاً فيه أمور كثيرة حتى تتبع هذه العملية هذا الاستبيان لـ 45 يوم في قارة مثل الجزائر بـ 9000 عامل من وزارة التجارة نظن باللي صعب شوية لكن عدنا إرادة إن شاء الله باش نلحق إلى الهدف المسترح لأنها تتبع إلى كل مستخدمات ويجب أن تكون مستخدمة كيف تقوم بقية تتبع؟ هذا لا يمكنني تتحدث أولاً لا أعلم أساسياء والعلمة نحن الفرنسيين لكن لن نقول لك نحن نقلقها لدينا أمور كثيرة ومعاً 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 تتبع لتحضر الوطنية لتحضر الوطنية لأن المستخدمة في كل الضوء. لكن علينا الذهاب على اللقاء ولكن من دولة النسبة للعادمة لدينا год bildرستخدم في الجزء مع اردوء بالحضور تدورنا لديك المرحقة هناك يمكننا Rudolf الضوء الذي لا يعطرف صرح هذا لذلك لكي نريد المفاق في تحديثنات التقريبات في اربعواية تقريبًا ، لتنسى استخدام من تحديث على الطرف وعالتها المنصرية البيتراني ويوجد تلك المنظمات، ويوجد تحديث ويوجد تحديث ويوجد خبارات بإمكاني الاستخدام البيتراني والفواق الوصف الشتera انه يورك المشقح الوصف الشتonym لانهور قليل سيamamى المعارج شبك nonetheless لديه الم inappropri young ومتطبق الوصف البعضاء الصمام سألخم في ن zegare القت Ridge لليس قلك اكتب واحد ان بم Любطان ل APPS او access honors مس�ية اتخائي ومги اسعي قليل كالك Ferguson السوق مرات הכže من المحكمة في المنزل ونحن الأنمان ونحن محكمة في المنزل الولايين أيضا هناك إنه يوجد لجميع المنزل ونحن الموجودة في المنزل اكتب الوصفات المعلومة وإنسان سيكون أكتب الولايات لنحن ليكون لدينا محكمة والتحديث في المنزل هكذا تسقيف الأسعار بالطبيعة الحالة هذا اللقاء سيتعرض لكل هذه النقاط نحن مستحيل أن نرجع لتسقيف الأسعار الأسعار المثقفة هي فقط الأسعار مدعمة من طرف الدولة وهي معروفة عند كل العام والخاص وأنتم كصحفيين نشكركم داير أنكم شرفقتنا في العملية هذه باش بسطوا الكثير من المعطيات ومن المفاهيم إلا أننا ما تكلمناش على إعادة تسقيف الأسعار مستحيل أننا نمشي في اقتصاد السوق لأن السعر في اقتصاد السوق يخضع إلى العرض والطلب هذه هي القاعدة الاقتصادية المعروفة إلا أنه ملزمين أننا نكون عندنا نظرة على كما تكلمت على البانان يعني على الموز يعني في الكلمة بتاعي الموز حاليا تعرفوا كلكم السعر المرجعي تاوي وتعرفوا كل الدول كيفاش راي تستهلكوا بالأسعار الليكم تعرفوها لماذا في الجزائر يستهلك بأربع أضعاف السعر هنا هذي راح تدخل في عملية المضاربة وهنا اللي راح نشوف سلسلة التوزيع أولا بعد ما أول قبل سلسلة التوزيع راح نمشي إلى وفرة في هذا المنتوج في السوق أخذينا قرار وتم أخذ القرار على مسؤول الحكومة أن تكون فيه ما يكونش فيه يعني نسب يعني مثقفة أو كميات مثقفة لهذه المادة راح نجيب ما تحتاجه السوق وعندما نجيب ما تحتاجه السوق سوف هنا راح نلتع بالناس اللي ما تحبش تلتزم بأسعار السوق العالمية وقيس على هذا كل المواد اللي راح تستورد من الخارج وما زال ما ننتجها لهنا إلا أنني كذلك نحل القوس عندما نستور مادة أو عندما نمنع استيراد مادة باش نحمي الإنتاج الوطني ما شل الإنتاج الوطني تكون فيه مضاربة كذلك في الأسعار سواء في النوعية سواء في الأسعار لأن للأسف عند بعض التجار طلبوا منا أننا نحميهم عندما نحميناهم ضعفوا الأسعار وعندما نحميناهم حتى يعني قلت بعض المنتجين حتى النوعية هاتي المنتجات يعني للأسف فيها ما يقال عند بعضهم نقصوا في النوعية وطلعوا في الأسعار نحن نحمي الإنتاج الوطني وهذه وهذه لكي تعرفوا مليح هذا ما محترفي الاستيراد هم لا يديرون في بعض الأحيان باش يخلونا يبوسيونا نرجعوا الاستيراد تكلمت على قضية التفاح التفاح فيه منتوج كبير في الجزائر والناس اللي هي تدفع فينا لتطلعوا حتى المئة وعشرين ألف باش يدفعونا قلايا حلبة بالاستيراد لا للأسف كان فيها فوضى في السوق ما كاش فيها النقص في النادة وهذه الفوضى سوف ان شاء الله المواسم القادمة بإذن الله أنا ما نوعد حتى شيء لأننا نمشي مع بعض وراكم شوفتوا لغة صراحة هي لغة هي الأساس في المعاملة التجارية وراح نمشي مع بعض ان شاء الله باش أننا نحاول نحط الأصبع على كل موطن من مواطن هذه الشبهات والتصرفات إذن قضية التفاح مثلا كان كثير من المستوردين طلبوا أننا نحل الاستيراد لأن التفاح راح طالع في حين أنه في بعض الإخوان في خنشلة المنتوج تعم أثناء عملية الجني يرميوها في الكثير من الأحيان